اهلا بكم مجددا معكم نورة سعالي بدون التعلم معنا وفي فيديو اليوم سنقوم بتجربة قالب ورد برس الافتراضي للعام القادم 2019 والذي سيكون القالب الافتراضي لورد برس 5 الآن نحن نستخدم ورد برس النسخة 4.9.8 هذه النسخة الحالية والنسخة العام القادم ستكون اعتقد سيتم استخدام ورد برس بشكل فعلي في العام القادم وقالب ورد برس 2019 سيكون القالب الافتراضي حاليا نحن نستخدم قالب افتراضي اسمه 2017 ونحن في كل عام نستخدم قالب جديد فمثلا في عام دعونا نبحث في القالب طبعا كون هذا الفيديو هو فيديو تجربة فبالتالي ستجدون ان هذا الفيديو طويل فيه اشياء ربما اطيل حتى اطيل الوقت ستستغرق بعضنا الوقت لكي افهمها لكي افهم كيف تعمل لان هذا التجربة الاولى لهذا القالب فكما تلاحظون لدينا قالب مثلا 2015 نزل في سنة 2015 ومنذ عام اعتقدين اي 2010 فهنا من 2010، 2011، 2012، ثم لدينا 13، 14، 15، 16، ودينا 17 2018 لم يكن هناك اي قالب للأسف هناك لا يوجد قالب اسمه 2018 ففورا سنذهب الى 2019 وسيكون في العام القادم هو عام 2019 جيد فهذا القالب طبعا غير موجود حاليا في مكتبة القالب لانه قالب تحت التطوير او في التطوير فبالتالي ساقوم بتجربتي هنا ساقوم برفعه من هنا قمت بتنزيله وساقوم برفعه اذا التنصيب الان في العام القادم سيكون هذا القالب متاح لكم لتنزيله والبحث فيه فالان قمت برفعه وتم الدمج ودمة تفعيل هذا القالب فلنذهب الى القوالب فاذا ها هو القالب قالب 2019 انا متحمسة لأرى ما الاشياء الجديدة في هذا القالب فاذا هذا هو القالب لنذهب الى الموقع التجريبي طبعا هذا الموقع قمت بانشاءه قبل قليل لاوجد فيه اي شيء فقط اشياء تجريبية يبدو اتصال ضعيف نوعا ما فلنرى فاذا هذا هو القالب لا يوجد شيء فيه نوعا ما يمكننا القول الالوان تغيرت قليلا اللون الازرق جيد فاذا هذا هو القالب 2019 دعونا نذهب الى التخصيص لنرى ما فيه اشياء تتعلق بالتخصيص فاذا هذا هو القالب سأقوم نقل على تخصيص لنرى اذا كان هناك شيء يتم تخصيص فيه فحوية الموقع جيد فيمكننا اضافة شعار مثلا للموقع يمكننا اضافة ايقون هذه الاشياء طبيعية لكل قالب لدينا هنا الالوان يمكنني اختيار اللون الذي اريد ان يكون مثلا احمر تغير اللون حسب الاختيار يمكنني تغيير اللون الافتراضي لهذا القالب احمر اخضر اصفر الى اخره او يمكنني استخدام اللون الافتراضي ويمكنني ايضا اضافة صورة اختار اللون الخاص بالصور البارزة لا اعرف ماذا الخيار الان فايضا لدينا القوائم القوائم العادية لا شيء مميز فيها اعدادات الصفحة الاساسية دعونا نقول مثلا صفحة ثابتة والصفحة الرئيسية مثلا تكون هومبيج لنرى نشر ونقوم بالتحديث هنا فلا يوجد شيء مميز في خيالات هذا القالب بعد لكن دعونا مثلا نحاول دقون بالذهاب قوالب تخصيص سأعود لنفس القائمة لا مشكلة دعونا نقوم باضافة مقالة جديدة فعن هذا القالب في التطوير ربما يقومون باضافة شيء جديد لاعرف تحرير مقالة اهلا بالعالم جيد فنقول مثلا نكتب هنا باللغة العربية مرحبا بكم جيد هذا 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 النص المقالة جيد نقوم باضافة بعض من الصور البارزة فمن الصور نقوم مثلا دعونا نختار هذه الصورة تبدو جيدة فالآن أقوم برفع هذه الصورة لنرى كيف يبدو ذلك جيد تعين الصورة البارزة مثلا نضيف بعض الوسوم مقالة جديدة تحديث جيد لنشاهد هذه المقالة الآن اهلا لاحظوا معي كيف الصورة البارزة لهذه المقالة تكون في أعلى المقالة وهنا يكون نص هذه المقالة هنا مثلا الكاتب التاريخ التصنيف الوسوم والتحرير إذا كنت أريد التحرير هنا يمكنني التعليق هنا بهذا الشكل جيد فإذا هذا بالنسبة لنص المقالة بهذا الشكل وهنا يبدو التعليق من علق وإلى آخرهم فما رأيكم بذلك هل هو شيء جدا دعونا نذهب إلى مولد النص العربي جيد فلنرى ف مولد النص العربي جيد فنص المقالة بهذا الشكل طبعا هذه الأشياء لا أريد نسخها مثلا نضيف هذا مثلا بهذا الشكل مثلا نضيف هنا مثلا تحديث لنرى كيف يبدو ذلك مشاهد المقالة مثلا هذا كان عبارة عن اقتباس فظهر له الخط بهذا الشكل وال طبعا لأن يعني الذي لاحظت هنا أن السايد بار أصبح كما وجد لهذا القالب على إيه تحال لأني ألاحظ أن المقالات أخذت القسم الكبير من الصفحة فول ويت العرض الكامل للصفحة فلنطب إلى الوجهات لنرى كم قالب لهذا لا يوجد سايد بار لهذا القالب هذا القالب لا يوجد فيه سايد بار هذا القالب فقط فيه الفتر أو ال ال الوجهات التذييل التي نحن رأيناها في 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 الأسفل من هنا لا يوجد سايد بار ف دعونا الآن نتحقق من من القوائم فنذهب إلى القائم لنرى ما القوائم التي يتيح هذا القالب بنسخته الافتراضية التجربية التجربية عفون أو نسختي تحت التطير فسأقوم بإنشاء قائمة الآن أنشاء قائمة جديدة جيد سأقوم بتسميتها ماذا سنسميها قائمة واحد عفون عفون هكذا أفضل جيد قائمة واحد و نريدها أن تكون لدينا هنا عرض القائمة في البرائمري فيبدو لدينا ثلاث نواقع للقوائم القائمة الأساسية القائمة التذييل وقائمة السوشال ميديا السوشال نتورك فسنقول برايمري قائمة واحد حفظ فالآن أصبح لدينا هذه القائمة سنضع في هذه الصفحة أضف لقائمة الأساسية سأذهب إلى الموقع التجريبي الخاص بي لأرى أين هي هذه القائمة إذن هذه هي القائمة فهذه هي القائمة جيد فماذا لو أرد مثلا إضافة رابط جديد مخصص مثلا learn.com وهنا سأقوم بكتابة مثلا تعلم مع now أضف للقائمة و حفظ القائمة الآن إذا قمت به أصبح لدينا هنا تعلم مع now نذهب إلى موقع تعلم مع now لا نريد ذلك الآن فلنجرب القوائم الأخرى أريد إنشاء قائمة جديدة فقائمة جديدة ستكون رقمها اثنين جيد إنشاء القائمة ماذا أريد أن أضع في هذه القائمة أريد أن أضع القائمة مرحبا بكم أترى كيف يبدو ذلك و حفظ القائمة وأريد أن تكون في الفوتر منيو أو في قائمة التذيير والآن إذا قمت بالتحديث هنا لأرى أين ستظهر هذه القائمة ها هي انظروا ستظهر في الأدنى هنا بجانب أن هذا الموقع موقع ورد بريس هذه قائمة التذيير لنرى قائمة السوشال ميديا أين ستكون أو الحسابات التواصل الاجتماعي فإذا قائمة ثلاثة إنشاء القائمة وأريد أن يكون فيها أريد أن يكون فيها موقع الفيسبوك مثلا أو تويتر كوني لا أحب الفيسبوك فنقول تويتر دوت كوم ونص الرابط تويتر مثلا جيد أضف للقائمة وحفظ القائمة لنعود هنا لنرى أين ستظهر قائمة السوشال ميديا أين ستظهر برأيكم ستظهر هنا في هذا المكان دعونا نذهب إلى التخصيص هناك مشكلة مع هذه الاستضافة فنذهب إلى التخصيص ولنرى هوية الموقع فإذا يمكننا تحديد أيقونة الموقع هنا شعار الموقع وعفوا هنا أريد أن هناك أيقونة الموقع دعوني أحدث شعار الموقع وسأختار هذه الصورة الجميلة التي قم في وضعها قبل قليل الآن سيطلب مني أن أقوم بقصها ربما أو شيء كذلك فنقصها بهذا الشكل أعتقد جيد حصل خطأ أثناء قص الصورة جيد هناك مشكلة في الاتصال أوك إذا أضعوني أحاول مرة أخرى فإذا نقص اختر قص الصورة نشر لنرى كيف سيبدو دار ستكون هكذا كصورة صغيرة سيكون وضعها هنا كصورة صغيرة هذا بالنسبة لحوية الموقع بالنسبة للألوان نعود للألوان هذا بالنسبة للفيتشرد إميج قلنا أن هذا الموضوع سنتحدث عنه والقوائم قمنا بإضافتها الوجات لدينا فقط وجد الفوتر إلى هذه اللحظة إعدادات صفحة رئيسية نعرف هذه الإعدادات من قبل فلا مشكلة ويمكن أن أضاف التنسيقات هذا شيء نعرفه نعرفه منذ وقت سابق الشيء الذي أريد أن أبحث عنه الآن هو الصفحات أريد أن أعرف الصفحات ما هي خيارات الصفحة فلدينا هذه الصفحة الصفحة رئيسية ما يوجد لدينا تعيين صورة بارزة لها دعونا نقوم بتعيين صورة بارزة فهذه الصورة التي أريد تعيينها ننتظر بعض من الوقت فلا أجده لا أريد أن لا أريد أن أحكم بشكل مسبق على الأمور لأن ربما هذا القالب جميل يكون بعد أن نقوم بعد أن نقوم بتجربته ولكن الآن ولكن الآن لا يوجد شيء يعني مميز كثيرا فيه يعني صورة بارزة تظهر في الأعلى لا يوجد سايد بار فإذا الآن يمكننا الفكرة يعني في هذا القالب أننا نقول مثلا أن الصورة البارزة تكون في الأعلى بشكل كبير بهذا الشكل ويتم طبعا أنا لاحظت أن ألوانها تغيرت دعونا نذهب إلى التخصيص طبعا أنا أجرب لأول مرة لا أعرف يعني ما هي الخيارات الموجودة هنا فإذا لدينا هنا لنجرب ذلك يعني أن الصورة البارزة يضعون لها فيلتر معين لتكون أغمق وتكون الألوان بها بهذا الشكل فإذا هذا يكون color filter يعطيها بعض من الألوان ليس ألوانها طبعا الصورة التي قمت برفعها أنتم تعرفون أنها ليست يعني نفس هذه الصورة ولكن أصبح هناك تغيير بالألوان لها هذا شيء جميل أنا أعتقد أن هذا شيء مختلف عن باقي أقوالب الإفتراضية شيء مختلف فرأيت أن هذا القالب كما قلت لكم يعطي صورة بارزة كبيرة للصفحة ومثلا إذا ذهبنا إلى المقالات أين المقالات؟ مقالات وضعناها في قائمة مرحبا بكم فأعتقد سيكون هناك تحديث أكبر على هذا القالب مثلا لأن مثلا هنا مثلا هذه الصورة التي وضعتها تلاحظون مثلا المقالة الصورة البارزة في الأعلى هنا لدينا مرحبا بكم اسم المقالة وهنا الشخص الذي كتب المقالة التاريخ والوسمات والأشياء التي لها علاقة بهذه المقالة تكون أدنى هنا في الأسفل أيضا فلماذا هذا المكان فارغ هنا لا أعرف ربما أن يقولون أن سيستخدمون المحرر الجديد لورد بريس يمكن له علاقة بالموضوع أو أن يريدون مثلا أن يجعل هذا النص يأخذ المساحة الواسعة من الصفحة أن يكون على كل هذه المساحة ويكون سنتر في المنتصف في المنتصف نعم فلا أعرف أيضا يمكننا تغيير ألوان هذه الأشياء كما شاهدنا قبل قليل من هنا يمكننا تحديد اللون مثلا دعونا نقول هذا أيضا شيء جميل تعرفون أن يمكننا تغيير مثلا هنا غيرت لون هذا الأساسي وفلتر اللون للصورة البارزة يتغير حسب لون القالب أنا أعتقد هذا الشيء جميل شيء جذاب شيء مختلف لم أعتقد أن يمكن أن يكون هنا لك شيء كهذا لاحظوا مثلا هنا اللون الأحمر لهذه الصورة البارزة وهنا اللون الأحمر في اللون الأساسي في هذا الشيء جميل ماذا تعتقدون أعجبتني هذه الفكرة فسأجرب بهذا الموضوع لساعات طويلة لأنه جميل فعلا سيكون أجمل لو قاموا بتغيير الألوان بشكل مستمر أي يصبح اللون أحمر ثم أخضر ثم يصبح هناك موجة من تغيير الألوان يصبح الموقع ديناميكي أكثر أو متحرك أكثر فهذا بالنسبة لتجربتي هذا الشيء الذي نظرتي الأولى لهذا الموضوع بكل بساطة قمت بتجربة القوائم الوجات وموضوع الألوان هذا وموضوع كيفية عرض الصفحات وعرض المنشورات في هذا القالب طبعا هذا القالب تحت التطوير يعني أنا ربما سيغيرون به قليلا ربما سيحسنون به وسيكون القالب الافتراضي لـ Wordpress في العام القادم فإذا كان القالب الافتراضي لـ 8 أشرف العام القادم سأكون تقريبا أول أشخاص الذي سيغير قالب موقعي القالب الافتراضي وسأقوم على ما أعتقد سأقوم بإنشاء فيديو حول كيفية تغيير موقعي ليناسب القالب الجديد إذا كان دهي الوقت الكافي لأقوم بذلك فهذا كله لفيديو اليوم أتمنى أنه كان مفيد وألقاكم أحقا ترجمة نانسي قنقر